ارتفعت سعار النفط اليوم بعد أن شددت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على صادرات الخام الروسية حيث فرضت الولايات المتحدة أول عقوبات على ملاك النقلات التي تحمل نفطاً روسياً يتجاوز سعره السقف السعري الذي حددته مجموعة السبع عند 60 دولاراً للبرميل وفرضته بهدف الضغط على موسكو في حربها مع كيف مما أثر مخاوف بشأن الإمدادات في سوق شحيحة بالفعل ومن المتوقع أن تنخفض المخزونات العالمية خلال الربع الرابع وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنة إلى 86 دولاراً و36 سنة للبرميل كما ارتفع الخام الأمريكي 53 سنة إلى 83 دولاراً و44 سنة للبرميل ويتجه خام برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 12% كما اتجه الخام الأمريكي للارتفاع 18% هذا الأسبوع